لكي أدخل السماء عينها أنا أحتاج إلى فيزا لو أردنا أن نكلم الناس عن موضوع الخلاص الخلاص يعني من إيه تزيه؟ من الألف للياء اللي اليوم عاوزين نتكلم عن هذا الموضوع حتى الناس تعرف بالزبط إيه هو موضوع الخلاص أقول أنه الرب يسوع المسيح ابن الله جاء من السماء متجسدا لكي يحمل خطايا البشرية وأحب أقتبس الآية اللي قالها الرب يسوع لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الله كان في المسيح متجسدا لكي يصنع فداء وكفار لي ولك والآن الفرصة مفتوحة لكل مننا تعال إلى الرب يسوع المسيح تعال أطلب منه أن يخلصك ويخفر لك خطيات يطهرك بدم الصليب يعطيك حياة أبدية ويعطيك حياة جديدة فيه يدخل المسيح فيحرر يا أخ نزار يفك القيود يخلص من عبودية الخطيئة يخلص الإنسان المستعبد للفساد والنجاسة يجعله خليقة جديدة في الرب يسوع المسيح ويعطي ضمان الحياة الأبدية عندما قال أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد كل من يتقابل مع الرب يسوع المسيح المخلص الذي جاء من السماء ويأخذ حياة أبدية سيستمتع به قريبا عندما يأتي من السماء لكي يأخذوا إلى السماء مع جماعة المؤمنين إلى أبد الأبدين ولكن الحاجة المشهورة في هذه الأيام أن الحسنات يذهبن السيئات أو يعني دائما تسمع العبارة أنا يعني ما عملتش غلط أنا ما قتلتش أنا ما زنيتش أنا ما سرقتش أنا ما عملتش يعني دائما أنا ما عملتش مرتكبتش الخطيفة وأنا بعمل أعمال صالحة كتير يعني حتما أنه الله رح يقبلني فشو الرد على هذا الشخص؟ أقول لو أنا عايز أسافر دولة من الدول يا أخ نزار وأنا رجل خادم ومعروف وراجل طيب وكويس هل هذه تؤهلني أن أدخل الدولة الأخرى بدون فيزا؟ لكي أدخل السماء عينها أنا أحتاج إلى فيزا أحتاج إلى عطية صحيح؟ هفترض هفترض مع أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد هفترض أنك كويس هفترض أنك طيب لكن عشان تدخل إلى السماء إلى حضرة الله أنت تحتاج إلى فيزا تحتاج إلى عطية جديدة اسمها عطية الحياة الأبدية وهذه العطية ربنا بيديها هبة مجانا ليس بالأعمال اسمح لأقولك الآية اللي قالها الكتاب في أفاسوس 2 عدد 8 لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد إذا أردت أن تذهب إلى السماء أنت تحتاج إلى عطية جديدة اسمها الحياة الأبدية يعطيها لك من مات على الصليب الرب يسوع المسيح وطبعا وانت بتتكلم تذكرت الآية في رسالة طيتوس صحاح الثلاثة أيوة يعني التي تقول التي خلصنا لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس اشتركوا في القناة